قالت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني إن الطاقة والعلاقات الثنائية هي محور لقائها مع الوزير الأول أيمان بن عبد الرحمن وكتبت ميلوني في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر اليوم هو أول يوم في زيارة الجزائر وستتركز المحادثات حول الطاقة والعلاقات الثنائية وتبعت قائلة إن المحادثات ستمتد لتشمل جميع المجالات وختمت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني تغريدتها بشكر الوزير الأول أيمان بن عبد الرحمن على الترحيب الحار والاجتماع المثمر للإشارة فإن رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني تقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر تمتد إلى يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الجري